تبغون رمضان هذا ما يجيكم فتور تبغون رمضان هذا ما تنزل الهمم ولا تخبو العزائم أبشروا بالخير بس أعطوني من وقتكم شو أعطني قلبك بإذن الله سأعطيك أشياء إن طبقتها بإذن الله سبحانه وتعالى لن تضعف همتك تدرون الشيء يا جماعة إحنا عندنا ضعف في التخطيط للعبادات وماسم الخيرات فتجدنا ندخل رمضان بالبركة أقرأ القرآن بالبركة وهذا غير جيد وخاصة لكم كطلاب حلقات يعني ما عندك مخطط كم تقرأ في اليوم وتلزم نفسك بجدول يومي وورد يومي معلوم لك حتى ينقض رمضان وينتهي بالبركة يعني تعطي القرآن في دون وقتك والله ما تبقى لأيام قلائل حتى تضعف همتك ويستطيع الشيطان أن يكسر مجاديفك وتبدأ تقلل من عطائك وإقبالك على الله عز وجل في رمضان لذلك يا جماعة الخير عندنا التخطيط ضعيف لاستقبال مواسم الخيرات أحتاج أنا وأنت نجلس وورقة وقلم إيش هسوي في رمضان إيش هقدم في رمضان كم هأقرأ قرآن في رمضان كل يوم كم هو وردي اليومي إذا بتقول لي بختم القرآن في رمضان ثلاث مرات يعني تختم القرآن كل عشر أيام تقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء إذا تقول لي سأختم كل ستة أيام أقول لك أنت تحتاج كل يوم تقرأ خمسة أجزاء لكن احنا عندنا لازم زيادة ليش؟ لأن اليوم طويل اليوم طويل في رمضان نحتاج نختم القرآن كل ثلاثة أيام والله ينقدر تدري كم عشر أجزاء يوميا لو قرأت جزء قبل الصلاة وجزء بعد الصلاة كم صلوات؟ خمس خمس صلوات تستطيع ألا ما تستطيع والله العصرية الحالة العصرية ثلاث ساعات في رمضان أننا نستطيع أن نقرأ كل يوم عشر أجزاء إذا أنا خططت سأقرأ في وردي من القرآن كل يوم عشر أجزاء والله ما تعاني من الضعف ولا من الفتور أبدا لأنك خططت لهذا وستسعى لإنجاز ما خططت له طيب متى ستأخذ عمره في رمضان؟ بالبركة؟ هذا خطأ يا جماعة لابد نخطط في اليوم الفلاني سأذهب إلى أداء مناسك العمره إلا أن يصرفني صارف كم ستفعل الخير يعني تتصدق وتنفق وتقدم وتبذل في رمضان خطط لهذا الإمام أحمد يقول لابنه يا أبني إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يقول يا أبني وصيت أب لولده قال يا أبني إن وي الخير ما بقيت يعني قدم نية الخير وإن لم تفعل الخير قدم نية الخير حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء إيش قدمت نيات لرمضان ما هو المخطط من النيات اللي قدمت لرمضان هل أنت عندك في أول يولي من رمضان سأفتح جوالي ولن أترك قريبا من أقاربي إلا وباركت له بشهر رمضان ترى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أقبل على أصحابه وبشرهم برمضان قال أتاكم رمضان جاءكم رمضان شهر فيه تفتح يبشرهم صلى الله عليه وسلم بقدم رمضان شهر فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفط مرضة الشياطين وينادي منادي من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر لذلك يا جماعة الخير تقرب إلى الله بأن تصل أرحمك خالاتك أماتك شقيقاتك أخوانك أخواتك أبناء عمومتك أن تكلمهم ليلة رمضان وتبارك لهم بهذا الشهر ولو برسالة صغيرة بسيطة وأن تستحضر نية أنها صلة رحم والله أنك تؤجر عليها هذه من النيات النية أن تختم القرآن بورد يومي لا تمل لا تكل لا تضعف من أجل أن تخطط لهذا العمل فتنجزه الثالث العمرة في رمضان الرابع العمال الخيرية من صادقة من سلات غذائية من أمر من مسح رأس اليتيم لو إفتار صائم في محطات يقول سعيد بن المسيب إذا نول عبد لعمل الخير ولم يفعل أجر عليه لكن حسن واحد ما تضعف إلى عشر حسنات إلى سبعمية ضعف إلى أضعاف كثيرة فلذلك إنه الخير فإن لم تفعل فأنت تؤجر عليه الله عز وجل يقول لذاك الذي هاجر يقول ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله عنده بغية ومراد يريد أن يصل إليه الهجرة بقلبه ويترك معاصي وذنوب وآثام إلى الله ورسوله في الطريق لم يكمل مراده ولم يصل إلى مبتغاه أتاه الموت ماذا يحصل له قال الله فقد وقع أجره على الله أتم الله عز وجل له الأجر لذلك أبشر بالخير أنت نويت العمل الصالح يعطيك الله عز وجل العمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن قال إنما الدنيا لأربعة نفر تأمنوا معي أخواني بالنية إن والخير ما بقيت وصحح نيتك وعالج نيتك ترى علماء الأمة الأخيار عبد الله بن المبارك الفضيل بن عياض سعيد بن المسيب وغيرهم من أعلام الأمة الأخيار الإمام أحمد بن حنبل يقول ما عالجت علي أشد من نيتي إني لا أروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث نوايا نية في أول الحديث ونية في وسط ونية في آخر إذا كان هذا الإمام أحمد بن حنبل فكيف أحواننا نحن يا جماعة الخير إذا كان هذا إمام أهل السنة والجماعة إذا كان هذا الذي يحفظ في صدره ألف ألف حديث بأسانيده وطرقه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حالة مع النية فكيف هنا إذا نحتاج النية دائما إلى مجاهدة تحتاج إلى الدعاء اللهم أصلح نيتي تحتاج إلى وقف قبل العمل ووقف أثناء العمل ووقف بعد العمل هل لزالت النية لله عز وجل ومرادها ما عند الله عز وجل ووجه الله إذا كان هذا فأبشر فأبشر بالخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر قال الأول رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله وفق علمه في الصالحات والطاعات والقرب من الله عز وجل هذا الأول الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيتمنى أن له مثل مال الأول بالنية فقط يا رب لو عندي مثل مال الأول أنفقت في بناء المساجد أنفقت في كفالة الأيتام أنفقت في الصدقات والقربات من الله عز وجل والله لو عندي هذا الخير لأنفقه قال فهو ما في الأجر سواء بيش بالنية قال فهو ما في الأجر سواء الثالث قال رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما وما أكثرهم هذه الأيام قال رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في السيئات والمعاصي والذنوب والغفلة والبعد عن الله عز وجل والشهوات قال هذا الثالث قال والرابع لم يؤته الله مالا ولا علما فيتمنى بنية فقط لو عندي مثل مال الثالث كان والله أسافر كان والله أشتري كان والله أنفقه في المعاصي والذنوب والآثام قال فهو ما في الوزر سواء